موسيقى العتبة تمثل هذه الحد المحترمتعة الدار اللي مايفوتفش البراني ومن أقدم العصور الإنسان أسس عدة عادات وتقاليد مرتبطة بالعتبة على خاطر كيل يقولوا بلي العتبة مسكونة ومحمية بعساسين كلمة عتبة عنده عدة معاني معناها الدار المرأة الزوجة وفي بعض المناطق ما زال الناس يحكيوا على الدار وللمرأة يستعملوا مصطلح العتبة المبروكة وللعتبة المزغوبة وكي واحدة حابة تزوج نقدروا نقولوا عليها باغي عتبة وفي تقافتنا ما لازمش نطولوا بزاف في العتبة خاصة ننسى خوفا من هضرت الجيلان وبكري كانوا يقولوا بلي ماشي مليح واحد يقعد في العتبة في بعض الوقات كما في الليل ولا بالجمعة ولا في العياد الدينية وما كانوش كان يخليوا المرأة اللي تردع ودريرية الصغار والعروسة الجديدة والمرضى يقعدوا عند عتبة الباب كانوا يقولوا بكري بالليل قعدة في العتبة أجيب الموت والفقر العادة والتقاليد حول العتبة قدم بزاف الرومان مثلا كان عندهم إله العتبة اسمه ليمونتينوس وعلى بيها كانوا يدخلوا لدارهم غير برجلهم اليمنى وكي تجي العروسة جديدة للدار كانوا يرفضوها باش ما تمشي العتبة برجلها في الزير قانا كانوا كينين عادت من هاد النوع وما زل كينين حتى اليومنا هادا في العراس كانوا جدودنا قانا يرفضو العروسة باش ما تقيش العتبة كي تدخل دارها جديدة ولا تفوتها تحت يدين عجوزتها ولا بباها وخطرات كانوا يدهنوا العتبة بالزيت والبيض باش الزوجان يجيبوا بزاف الدراري العتبة قانا كانت مهمة جدا على بيها بكري الناس الحسدين والغيورين كي كانوا حابين يفسدوا الزواج كانوا يجيبوا حرز عند الطالب ويدفنوه تحت عتبة العروسة الجديدة عدة عادات وتقاليد مرتبطة بالعدبة منها ولو الناس من الزمان الزماني يدبحوا كبش ولا معزة ولا سردو عند عتبة الدار جديدة باش يجيبوا الخير والدرية الصالحة وباش كانوا يردي ودوك العساسين تعدروا ديك العتبة ومن حكاء الزمان شاء الله عتبة مربوحة لكل مندخل دويرة جديدة وحية تهنية وسعيدة ترجمة نانسي قنقر